اشتركوا في القناة في سياق التقرير التالي تزينت شوارع مملكة البحرين بأعلام البحرين والهند ترحيبا بالزيارة الأولى على مستوى رؤساء وزراء جمهورية الهند لمملكة البحرين حيث مثلت وثبتا في العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وفي الدفع قدما بشتى المجالات هذا ورحب أبناء الجالية الهندية المقيمة في مملكة البحرين بزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي لدى وصوله الاستاذ الوطني للتأكيد على أن الجالية الهندية لها علاقات وثيقة وودية مع أبناء المملكة تمتد جذورها إلى آلاف السنين بداية أحب أن أشكر جلالة الملك حمد على استضافة رئيس وزراء الهند كما أننا نحمل قلبان أحدهما في البحرين والآخر في الهند والزيارة تقوي الرابط بين البلدين كأخوين ويشكل رفع للبلدين ونشكر حكومة البحرين أيضا لمنحنا شعور الوطن رغم ابتعادنا عن الهند لخمسة عشر عام أنا متحمسة جدا للقاء رئيس وزراء دولتي أحد أفضل رؤساء الوزراء الذي نحضينا بهم كما أنه أول رئيس وزراء هندي يزور البحرين ونحن سعيدين بإقامتنا هنا لأننا نحضى بكامل حقوقنا في البحرين أبناء الجالية الهندية أكدوا على حسن المعاملة والتقدير التي يلقاها أبناؤهم في مملكة البحرين منذ عقود طويلة التي تقدم للعالم صورة واضحة لسياسات الدولة الحكيمة في الانفتاح على كافة الأديان والمذاهب والجنسيات المتنوعة وعن منحها الفرصة المستحقة أنا طبيب جراح أقيم في البحرين منذ 45 عاما وشعب البحرين من ألطف الشعوب وشعب صديق للغاية للشعب الهندي ووجود رئيس الوزراء الهندي في البحرين يجعلنا نشعر بالفخر لأننا نلتقي به للمرة الأولى احتفال اليوم يجعلني أشعر بالمزيد من الامتنان لأنني ولدت وعشت طوال حياتي في البحرين والتي اعتبرها وطني الثاني ومن الجميل أن أنتقي برئيس الوزراء الهندي ما يشعرني بترابط البلدتين وبالفرح بمجرد مشاركة بالفعالية وأود أن أشكر حكومة وشعب البحرين على استضافتنا وتتمتع الجمهورية الهندية ومملكة البحرين بعلاقات وثيقة ومتعددة الأوجه تدعمها روابط ثقافية ودينية واقتصادية حيث ساهم أبناء الجالية الهندية في البحرين في العملية التنموية لمملكة البحرين الحديثة إذ تعتبر الهند خامس أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين